موسيقى السلام عليكم حبيبات ديالي كنتمنكم تكونوا باحسن احوال و تمام صحة و العفية ان شاء الله اليوم فيديو جديد اللي غدا نشارك معكم في جوش ديال الوصفات هاد اللي كتشوفوا معي دابا هنحضرو هاد الكروكات اللي كيجي بالروز و الدجاج وكذلك واحد الفطائر اللي كيجي ورائعين زوينين بحشوبة بسيطة بدون لحوم ان شاء الله كنتمنى انكم تجربوهم وعجبوكم وتتبعوا معي الفيديو باش هاك تشوفوا جميع المراحل رمضة معكم باول وصفة غدا ناخد هنا يا البنات صدر واحد ديال الدجاج يعني صدر تقريبا فيه ديك 900 جرام ولا ديال صدر ديرو 300 ديرو 250 على حسب عدد الاشخاص وانا درت كمية كبيرة ما يمنتو مع الحسب شحال كينين للناس غدا نتمشيوا بدك الشي اللي بغيتو هنو غزلة ديالي كيف كتشوفوا معي غدا نطحن دك صدر ديال الدجاج ومنساش انا نرحب بجميع الاخوات الجداد اللي معي في القناة والقدام كذلك كنقول لكم مرحبا بكم كاملين احببت ديالي وشكرا لكم كاملين لكل تعليق وعلى كل كلمة زوينة كذولوا فحقي الله يجازيكم بخير ويجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله غدا نكمل معكم احببت ديالي في الوصفة عندي هنا يا ميتين وسبعين جرام ديال الروز اللي سلقتو الروز عادي بالنسبة للبنات اللي بغاوا كيمية ديال الدجاج تكون غالبة على الروز يبقى لهم الاختيار ما انا جاتني هي هادي كالحساب كتعرفوا يعني الوليدات كيعجبهم هاد شي ديال الروز وكيجي صراحة كيجي ابنين الروز سلقتو في ديال المليحة وصلتو من شال اللي فيه صفيتو مزيان قطرتو وضعتو في اينا عندي هنا شوية ديال المعدنوس قصبرو معدنوس مقطعين عندي هنا فلفل احمر بودرة الحار الملحة اللي كتبقى كذلك حسب الضوق غدا هندير هنا فلفل اسود قبل ما انا وضعو يعني باش الاخوات هكا محتش ما كتبانش القرعام الفوق يعني ما غداش باليكم شنو كان اخوي وريتكم شنو كان وضع باش تشي حاجة مدو الصراحة كاي جمنيت دقة في الخدمة اه صافي هنا غزلت يعني وضعت جوج ديال البيضات اه البيض عادي حجم توسط عادي كتشوفو البيضة لحسب كان اه داك الروز عندكم هو دجاج او لا اشرب لكم زف ديلو ثلاثة البيضات مية انا جوني جوج البيضات كافيين وعندي هنا مية وخمسين جرام ديالجبن ديال الموزاريلا او الجبن اللي كتبغيو ودك الدجاج اللي طحنت حتى او وضعتو مع الخليط وزي التالي تلات هذه المعلقات كبارين ديال الدقيق تقدروا تزيدو نص ميل عرقات تقدروا تكتافيو بذك القياس اللي اخذيتو مهم على حساب اه هنا غزلت ديالي كيف كتشوفو معي وضعت دك صراحة دك البول اللي كان عندي في الول جاني صغير وور يعني ما خلانيش نخلط براحتي دائما وضعوا اينا اللي يكون هكا واسع وتوضعوا براحتكم البنات هنا هادي الملعقة التالتة لاناني هدك الكويس اللي اجتو معي قبيلة في عجود المعلقات وزيت حساب ملعقة كانت خاصاني كنوريكم القوام خاصو يكون الجمع مهم ضرور القوام ديال العجين او الخليط يكون التجن وغادا نستعمل معه الكورنفلاكس اللي يمكن لكم تعودوه بمشي بالضرورة البناتها هيرانو بايت نوضعوه ناكي نوضعوه ناكي ندير مغير لاشابلوه يعني ولما توفراش عندكم يعني اللي كنشريوها خدو غير الخبز دخلوه الفران يعني يبس شوية وخرجوه طحنوه وصاف يقضيو بهالغرض صافي هنا راني طحنت الكورنفلاكس ديالي غادا نشدوه نوضعوه في ايناء باش عكا ندوز باش نطبق الوصفة مقادرة بنات بسيطة جدا في المتناول بالنسبة للتجاج را يمكن لكم بالنسبة الاخوات اللي كي يجبهم ياكلوا هاتش ديال اللحم المدخن وخسرحه انا ضد هالفكرة قاليكم الاختيان يمكن لكم تعودوا مثلا صدر الدجاج تديروه مع هدك اللحم المدخن ولهذا تقطعوه وديروه معه احسن حاجة انكم تديروه تديروها هكا مع صدر ديالتجاج او تديروها كذلك مع السمك السمك الابيض را كي يجيزوه هنا غادي نحتاجوا باش غادي نقليو هاد غادي نقسم هاد الكروكات غادي نديروه في الفرن يعني الاغلبية غا نقليه ولكن واحد الكيميا غادي نديرها هكا في الفرن باش تشوفوا معي الطرق بجوج عندي هنا شوية ديالتقيق اخديت جوج ديال البيضات اللي خلطتهم كيف ملاحتوه معي الجبن اللي غادي نحشوه به هاد الكورات ديال هاد الارز والدجاج مهم كنوضع الكورة اللولة طريقة راها معروفة هادي انك توضع دقيقة هو اللول توضع فيه الكورة ديالك ودتك مرة تانية تديري في البيض مهم البنات الطريقة راهي واضحة شارحة نفسها في وكم دا اه كنشوف الكورة ديال هاد الارز وكنوضع فيها قطعة من الجبن انا را كنصرع لبنات باش هكا الفيديو مايكونش طويل اه كنحاول ان يندير واحد الحفرة هكا في ديالك الكورة اللي كان صعيب وكنضغط عليها وندير فيها ديالك القطعة ديالجبن او لددلو فيها الجبن مدزرين لهكا المحكوك كذلك تاخدوا واحد شوية هكا بين طرف ديالصبعكم مااني كنوريكم وكتوضعوا اه يعني مشي بالضرورة حتى يكون عندنا دك الجبن اللي يكون مكعبات اه غير الجبن ديال المدزرين الا العادي اللي محكوك راه تقضيوا به الغراض وصافي اه كتحطوا هاد الكورات ديالكم كاملين جانبا اه البنات اللي اه مثلا صعب عليهم هاد هاد الكورات كيقول كلها غادي تعجنوا لي واجوني في قادم وكنتوا بعتهم يجيكم قادم اه مني تصيبوا الحشوة لبنات هاد الخليط دخلوا شوية الكونجيلاتور وخليوا واحد المدة حتى يبدأ يجمد شي شوية صافي وكتخرجوه كدو تكورو فيه كيبقى محافظة للشكل ديالو لكن البنات هاد اختكوا ما كانش عندي الوقت خصني نديرهم الوليدات ديالي لغضاء يعني خصني نزرب عليهم ها 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 اتشي لاش انا مدخلتهم في الكونجيلاتور لكن يكتدخلوهم راك يحتفظوا بالفورما اللي زوينا اللي كتخليوا بيومتوما كيجوا بها لكن انا حتى نجوني مقدن يعني ولو انني كيف ما لحطوا يعني في المكان حركهم كيكونوش يعني كيدي فورما وكيخسروا ولكن مني كان دا ها ها كان قادهم كان حاول بحلة كان تعرفوا التلقام ديال سكسو حال ها ها كان قغير كان ديالي هاكا باش ما نديرها ملول براح دوما كيفاش كان ندير اكيد را كتب لكم يديو خبعيدة شوية مهم را يمكن كتبان طريقة سهلة لكن المبتدئات كنصحكم من يتخلطوا الخالد ديالكم اتدخلوا للكونجيلاتر حتى يعني يتقد اولا تاخدوهم مثلا تشدوهم وديروهم كورات وديروهم شلاطة قبل ما تفندوهم في الطحين وفي البيض وهذا تقدوهم على شكل كورات ودخلوهم من مجمد واحد لنص ساعة وطلعوهم وضعوهم في البيض وفي هذا مباشرة كيجيكم الكورات ديالكم يجيكم هنا حبيبات ديالي تشوفوا معي اخديت واحد لاطة صغيرة اللي غادة نوضح فيها الكورات بهذا الشكل بحل هاد السيركل بحلاكة غادة نديرهم في الفران هادو قدرت لهم ورشيد ذاك القالب اللي غادة ندخلوا للفران شوية ديالزيت وغندخلهم على ميتين وعشرين داراجة حتى ميتون وثلاثين لحسب درجة حرارة الفرن كيب دايرة وكيسخن بزاف ولا الله صافي دخلتمين طيبة وده بعض هندع يعني انقلي انا فيها طبعا الابنة مني كان وغنقلي شي حاجة في حال هكه هتا كان وجد كل شي وكان نقى حدايا عادوش كانجي انقلي ودك شي حدايا هنا وهنا صراحة كانترون انك يعجبني نجمع الممعنة عادة انجي نكمل هادية طبعا اللي عندي باش مني نسالي الشقة ديالي ما نتفاجئش بروين اللي يلقى مرايا وصافينا البنات سخنت الزيت على درجة حرارة عالية ومني بغيت نوضع في هاد الكروكات نقسم من درجة الحرارة باش هكه مشي غيتحمروا من بره باش يجوا من الداخل ومن الخارج كتعرفوا في هاس دل ديال الجاج اللي احنا ما نطيبينوش يعني في اللول كتتسخنوا الزيت ديالكم زيان ومن لي كتبغيت توضعوا الكورة هاد الكروكات يعني كتتتنقصوا من درجة حرارة لدائرين هنالحبيبت تتيري الكروكات مبعد موجد كتتوجدوه معشي شربة كيجي زوين وصلاطة كيجي رائع وحد وجبة اللي متكاملة وزوينة وكتعجبلو ليدات هذا البنات الكروكات اللي كنت طلعت من الفران اللي درته على شكل هكه قريصات او لخبيزات والكروكات الاخر اللي درته بشكل دائري اللي صراحة كيجي رائع اللي ديت بزاف بجوجهما البنات زوينين صراحة لكن غير دائما المقلي كيبقى بالبناء احسن وخا ما كان صحش به يعني انا درت لكم جوج يعني اللي بغى ياخد المقلي واللي بغى ياخد داك اللي كدرته هكه على شكل خبيزات هكه في الفرن اه لكن صراحة كيجيني هات اللي مقلي جبدين ولكن ما شربش الزيت نهائيا ما فيش قطرة دي الزيت نهائيا لاحظوا معي هناك نحلها لكم باش تشوفهم الفوق من الداخل عفوا اه كيفاش كيجي داك الجبن وكيجي واحد واحد احني واحد المداق اللي مميز فعلا الى جربتوهم اه غادي نعجبوكم اكيد وغايتوا تدخلوا في محطة الخضر اللي كتبغي وكتفضلوا ان شاء الله شمرة غدا نشارك معكم كذلك الكروكات اللي بالخضر اللي كيجي رائع هكه بسيطة الوليدات اللي كيكون عندكم مشكل هكه ما كيبهوش يأكلوا لكم مخضرة اه بهديك الطريقة كيجي زوين بزف لاحظوا مع الناس كيفاش كيشهيوا والله العظيم الى شي حاجة اللي بنينا وكيف ما قلت لكم ترافقوا مع شي شربة وصرطة كيجي اه يعني ماكلة اللي متكاملة وهنا الحبيبات ديالي غندوزوا الهد الخبيزات اللي كنحتاجوهم المدرسة وحتى البنات الكروكات اللي وريتكم را كنديروه المدرسة الوليدات ما كيجر الوالو كيبقى زوين بزف ويعني وكيصبر يعني ما تخافوش اه حتى هو ديروه الوليداتكم المدرسة او يعني في المنزل وكذلك هاد الخبيزات حتى هما اما المدرسة او لا ديروهم لكم في الدار اللي غدا نشارك معكم بطريقة ديال تحضير ديالهم عندي هنا تلتمية وخمسين ميلي لتر ديال الحليب والماء يعني هنا عندي خليط بين يعني بين الماء وبين الحليب نص نص درتو كاس ديال الحليب ديرو كاس ديال الماء بغيتو تستغنوا على الماء يمكن ليكم تستغنوا عليه وديرو الحليب بغيتو تستغنوا على الحليب وديرو الماء رايبقى ليكم اختيار هنا الحبيبات ديالي وضعت ملعقة كبيرة ديال السكر حبيبات زائد ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز اوزت عليها تقريبا واحد كاس ديال الدقيق مع داك الحليب اللي يكون دافي مع الماء الحليب والماء هدافين لبنات ما يكونش بارد ضروري يكون سخون يعني مشي طيب مهم دافي صاف هنا خلطتهم وخليتهم حد الربع ساعة او لخمستاشر دقيقة عاد باش غدا نرجع نشوفهم العجينة بدات عفوا ان هاد الخميرة بدات كتتفاعل يعني كتظهر دك الفقاعة ديالها ما غداش نستنعليها اكتر هادا ندى نكمل في المراحل عندي جوج ديال بياض البيض نص كاس ديال زيت الزيتون 120 ميلي لتر بالنسبة الاخوات اللي كيبغوا الكاس ديروا نص كاس اللي بغوا العبار ديال الكاس نص كاس واللي يبغيوا العبار ديال ميلي لتر ديروا 120 ميلي لتر صافي بديت كنوضع في الطحين درت الملحة اللي كتبقى حسب الضوك وغعم بقى نوضع في الطحين بالتدريج الصفار ديال هادوك جوج البيضات غدا نحتفط به غدا نحتاجه للدهن يعني تحاجة ما غدا تضيه صافي بقيت كنوضع في الطحين ديالي بالتدريج وانا كنشوف القياس العجينة خاص ضروري ما توقاش تصق في اليدين يعني تولي كتجمع كيف ما غادين تشوفوا معايا ورا هكذا تشرب غيبوا حديثة يعني هالطحين غدي بدي يشرب غدا غنقى هكا دياليه بدون كترة الدلك متى شي حاجة غير هكا هدي هي الطريقة اللي كان دلك بها انا وكان نمسح نجمع الجوانب صافي هنا بعدما دخلت ديك العجين في بعضها مزيان وانساجمت وتوحدات زيت واحد معايا القادية الزيت غير ذاك الزيت اللي بقى ليه في القاعدة الكاث اللي وضعت في الاول وصافي ودهنت ديك العجينة وغطيت عليها وخليتها ترتاح او لتخمر هنا غدا ندوز نوجد الحشوة الحشوة اللي بسيطة جدا ما فيها شي شي تكلوفة اللي كذلك كتبقى على حسب الضوق هنا غدت جوج ديال البصلات كبارين اللي طحنتهم شوية يعني ما تتخلي ما شيت طحنوهم حتى يولي لكم طالع منهم ذاك المادية للبصلة وانا ما غير تحاولوا انكم يعني تطحنوها شوية وصافيت ما تخليوها شغلة هنا حبيبت ديلي بديت نوضع في تومة الفلفل احمر بودرة الحار والملحة طبعا اللي ضروري يعني كتبقى على حسب الضوق وغدا ندير كدلك فلفل الاسود صافي التوابي اللي استعملت وغدا نضيف الزعتر يعني حتى غدا نشحر هاد البصلة وهذا نضيف عليها وهذا عد باش غدا نضيف عليها شوية ديال الزعتر الزعتر كتعرفوا انا كنحاول ندخلوا بزاف دي الوصفات ديالي مزيان يعني مزيان الامعاء وهذا البنات اللي كيبغيوه طبعا واللي ما كيبغيوه شراها ما يستعملوش لكن انا كندخله تقريبا في معظم الوصفات اللي عندي كنحاول انا يندخل فيها الزعتر سافينا وضع ذك باش متطلقش لكم الماء البنت اه شدوها واضعوها في الماء وديروا معها شوية ديال الملحة وخلوها مارقدا شوية يعني ذك الليزي بناء رقدوها في الماء وديروا معها واحد شوية الملحة وخلوها واحد المدى سافي وصلوها مزيان وصفوها قطروها رم كتقاش تطلق لكم ذك الماء ديالها كيف ما لا أ Cities property Crown يعرفوا ليزي بي pouvناق إٹخم كنحطوها كنيقى apart from a هادي غير البصيلة وذيك لذيبنا غدا نخليهم جهة النار باش تبخر لي تماما ما يبقاش عندي دك السائل صافي هنا بالنسبة للحشوارة تقريبا راهي واجدة انا غدا نديرها بلا جب يعني البنات اللي بغوا يديروا الجبن يمكن لهم يستعملوه لكن بما انا ندير رجل الوصفات يعني في ساعة واحدة يعني هادك الكروكات وهذا يعني ما غادش ندير الجبن هنا وهنا آآ فضلت انا هادو غنخليهم برخاويين رايب هاد آآ بالحشوار صافي زيت شوية دياز ازعتار كيف مشتوا معي في الاخير مبعد ما طفيت على الحشوار كتضيفوه والاخر باش هكي يبقى محافظ على آآ الفوائد دي هالو هادا آآ صافي هنا غدا نوضع هديك الحشوار في آآ في الاناء ونحطها جانبا حتى تبرد وهذا ندوز آآ باش نشوف آآ العجينة مبعد ما خمرات باش نكمل معكم الوصفة آآ العجينة اللي بنات راهي آآ يعني خمرات صباحة واجدة لاحظوا معي هون الفقاعات اللي كي ظهروا منها كتعجبني يا لبنات العجينة مني آآ كنضغط عليها كلقها اسفنجية يعني شي عجينة مكزة ولا مكزونة لكن عجينة لاحظوا معي البنات شوفوا شوفوا شوف الفقاعات كنوريكم كنقلكم أنتم ما خلص ضرور يكون عندكم ما كا كنش جزع البنات آآ صافي هنا البنات غدا نبدأ نقعد في الكورات ديال العجينة اللي غدا نحسب يعني عفوا نعبر نعبر على حساب يعني القياس اللي بغيت أنا أنا درت فيهم البنات ميات قرام في كل كورة يعني كل كورة وضعت فيها ميات قرام آآ بغيتهم يجوا صغير يورين ديروا آآ ديروا مثلا سبعين قرام في كل كورة آآ انا درت الحجم ديالهم شوية كبير البنات اللي بغيتهم صغير ورين هكا يديهم ولداتكم دراسة صغير ورين آآ ديروا هم ديروا فيهم سبعين قرام آآ البنات اللي ما كي عبروش يعني خد مغي يعينكم ميزان آآ لأن هاد العجينة هادي غدا يضب الحجم ديالها بما أن فيها بياض البيض في العجينة على وغدا الضبال وغدا تنفخ ما غدا تجي آآ يعني بحال الخبز العادي وإنما غدا تجي منفوخة آآ صافي هنا ما بعد ما قاعد ديت ذوك الكورات بشكل متساوي غطيت عليهم واحد المدة ديال آآ خمسة ديال دقايق كافية ورجعت آآ باش نشكل العجينة باش نقعدها في اللاطة ديالها الفرغان آآ هناك نقعد في الكورات غير بيدين بلد لك بالأولو حتى الطحين راني ما كان رش ما رشيتش الطحين نهائيا ختمت غيرها كيدية لأن العجينة فيها البيض وفيها كذلك الزيت هاللغة العجينة ما كتلصقش ما تخافوش آآ إلا تبعتوا المراحل طبعا إلا ختمتوا شي مقادير خورا اللي مش اللي ذكرت معكم أنا ما غداش نعرف مهم إلا تبعتوا نفس الطريقة ونفس المراحل والمقادير أكيد ما غداش تلصق لكم العجينة لاحظوا معي هنا رمك طرية وفي نفس الوقت آآ يعني ما كان رشي الطحين يعني ما كان رشي الطحين كان نخدم غير بيدي هكا وضروري أنكم تضغطوا عليها يعني مني كسف وضعوا ديك المعلقة دي الحشوة بالنسبة للحشوة كتافيت فقط بملعقة واحدة كافية آآ هنا رأى لما كنتش معمر الملعقة رأك نحاول أنا نرجع باش نعم دي القياس مضبوط ملعقة دي الحشوة آآ بغيتو كذلك تدلوا مع هالجوبنا البنات بنسبة المحبين الأجبان آآ آآ أنا كيما كليكم درت بزاف دي اللي جبن في داك الكروكات على وغم ما بغيتش ندير بزاف باش ما يجينيش بزاف دي الفرماج واصفة بجوج وحدة ندير فيها وحدة لها آآ صار حاجة زوينة هكا بلاجوب بلا والوجات رائعة البنات فعلا كنتمنى انكم تجربوها آآ صافينا حبيبات ديرين بعد ما قا ديدوك الخبيزات كيف ما كتلاحظوا معي رشاطوا عندي جوج دي الكورات اللي غدا نديرهم بوحدهم وخدا ندير فيهم الجبن آآ دوك الكورات اللي دائر غنديرهم مشكل دائري غير جوج كورات آآ صافينا حبيبات ديالي كيف كتشوفوا معي هادا ندهن الخبيزات من بعد ما خليتهم خمروا آآ المدة دي الخمسة وثلاثين دقيقة يعني في المرحلة الاخيرة ضروري انكم تخليهم يخمروا مدة دي الخمسة وثلاثين دقيقة او لا كتبقى على حسب الجو دي المطبخ ديالكم خديدك صفار دي الجوج البيضات اللي اللي بقيت بحتافظة به وزت علي واحد القطيرة ديال الخل وميلعقة ونصف كبيرة ديال الحليب آآ خلطتهم زيان يعني في ذاك زليفة وغادا ندهن بهم هاد الفطائر ديالي آآ صار رح بحال هاد الفطائر اللي بناس كينفعوا المدراسة كينفعوا بزبزب آآ تقدروا تديروا منهم منهم هاك كيميا وتحتافظوا بهم في تلاجة لوليداتكم كل نهار تحطيهم اه واحدة او لا مهم غير باش تقضيوا او لتديروا متلا تاخدوا هاد العجينة واديروا فيها حوشوات اللي يكونوا مختال فين لتديروا مثلا فيها الجبن وحدة فقد بغيتوا اددروا كفتا وحدة بغيتوا تديروا مهم كتقسموا هم ديروا كيميا كبيرة ديال العجينة تقريبا ما حد كيلو ديال الطحين وتقسموا الحوشوات على ثلاثة ديال المراحل او لثلاثة الاشياء رسارة كي يجيوا رائعين كينفعوا المدرسة هاد الفطائر هادو هاد الشي اللي شبعت نجربهم نحضرهم معكم اللي يسبق لهم نزله في حالهم في القناة يعني ديره وصفات كي شبهوا لهادو آآ بحد العجين هادا اللي صارحة كي يجي رائع آآ صافي هنا غدا نغطى عليهم واحد المدة دي العشرات دقائق كتعرفوا الحاجة مني الخبز مني كتطلعوه من الفرن او للفطائر عموما آآ كالخليتوها مع الرياء كتت يعني كتقصاح لكن مني كتترجعوا لهذا كشي غطايا هاكا شي شي من ديل رحا كيرجع داك ديال الاسميتو ديالهم النيت كيرجع فيهم وكيرجعوا طريين آآ صافي هنا البنات لاحظوا معي كيفاش غنوريكم هادو غير ذو كنفس العجين البنات رغير هما نيت طلعت هما الفران كنت درتهم هما الاخرين هادو درتهم واحد شوية ديال الجبنة واحد شوية وصافي لاحظوا معي الطراء واكيف دايرة كي يجيوا طريين رائعين البنات فعلا فعلا والله العظيمي لك يستحقوا تجربهم وتعتمدوا هاد العجين في بزاف ديال الوصفات لانه آآ صراحة ما يحشمكمش عجينة اللي زوينا هنراني شديتها فيديو بقايت شادة كنوريكم باش شوفوا هنه غدا نقطع لكم آآ باش هكا تشوفوا كذلك من الداخل ما كتعجميش الوصفة فقط نوريكم مشكل ديالهم غير من البرة وانه محتى آآ داخل ديالهم اللي كيجي خفيف بزاف 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 واحدوا معي العجينة كيفاش كتبان آآ حبيبات ديالي كانوا هده هم الوصفات ديال هاد النهار كنتمنى انهم يعجبوكم ويلعجبوكم اكيد ما تفكروش الياب لايك والبغطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم نقول لكم شكرا للمشاهدة السلام عليكم